افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم معرض البوابة التعليمية في مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة الثانوية الصناعية للبنين ولهذا المعرض يعتبر ضمن المبادرات المدرسية الهدفة لتحقيق الاستفادة القصوى من المنصات الرقمية خلال افتتاحه معرض البوابة التعليمية اكد وزير التربية والتعليم ان المسيرة التعليمية الوطنية شهدت نقلة نوعية في مجال دمج التقنية في التعليم منذ تتشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في عام 2005 بتوجهات ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدح فظه الله ورعاه وصولا الى برنامج التمكين الرقمي في التعليم والذي تم تتشينه عام 2015 بتوجهات ملكية سامية ايضا حيث اكدت جهات دولية المرموقة تطور المملكة في هذا المجال النعيم اشاد بفكرة معرض البوابة التعليمية الابداعية القائمة على محاكاة اقسام بوابة الوزارة التعليمية عبر اركان ومجسمات واقعية اشترك في تنفيذها الطلبة والمعلمون باستثمار امكاناتهم في التعليم الفني والمهني في الواقع ان هذه هي لحظة مهمة ان اشيد فيها بالانجاز الكبير الذي حققه مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل هذا المشروع الذي اتى بتوجهات ملكية سامية واليوم نشهد هذا التطور اصبح عندنا منظومة الكترونية اصبح عندنا قاعدة كبيرة جدا من التأهيل في هذا المجال على صعيد المعلمين او على صعيد ابنائنا الطلبة والدليل على ذلك ان في فترة الجائحة كان هناك عمل دائم في داخل وزارة التربية خير الخدمات التي تقدم نجد ان البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم في العام الدراسي الماضي بلغ عدد الذين زاروا هذه البوابة التي توجد فيها العديد من الخدمات التعليمية والمواد الاثرائية وتشكل حلقة وصل بين المدارس والطلبة واولى امورهم وقطعات الوزارة اكثر من 68 مليون زيارة وما يدعو ايضا للارتياح ويأكد استمرار هذا النجاح ان من 7 سبتمبر الى اليوم بلغت عدد الزيارات لهذه البوابة التعليمية اكثر من 10 مليون و100 ألف زيارة التطوير مستمر في كافة المجالات بما فيه ايضا التعليم الفني والمهني حتى في وسط الجائحة والاحترازات استطعنا ان نتعامل ونوصل التدريب الى ابناءنا الطلبة وفي نفس الوقت جمعنا بين الجانب الاكاديمي والجانب ايضا المهني هذا وقد قام الوزير بجولة في المعرض المقام في مساحة خارجية بالمدرسة يشمل على خمسة اركان اساسية هي ركن الدروس التعليمية والاثراءات وحلقات النقاش والانشطة والتطبيقات والاختبارات القصيرة اضافة الى اركانا فرعية اخرى لخدمات البوابة مثل الجداول الدراسية والتقويم تعادل البوابة التعليمية من الادوات التي تم تطويرها في وزارات التربية والتعليم وتحتوي على عديد من الخدمات التي تصب في مصلحة الطالب والمعلم وولياء الامور بالاضافة للخدمات الادارية المختلفة التطوير مستمر والملاحظ جدا ان عملية التفعيل في تزايد مستمر الوعي والادراك عند الطلبة والمعلمين وولياء امورهم بالخصائص البوابة والخدمات المقدمة في تزايد وفي الختام كرم سعادة وزير التربية والتعليم عددا من معلمي المدرسة المتميزين في تفعيل البوابة التعليمية ضمن مبادرة ماراثون البوابة والقائمة على التنافسية والتحفيز والتكريم في هذا المجال التامة كان لها مردود علينا كبير كطلبة من خلال التعلم في مكروسوف تيمز والبوابة التعليمية وكل هذا الفضل يرجع لمشروع جلالة الملك لمدرس المستقبل نحن كطلبة فن ومهنين نحضر حضوريا ناخد دروس على البوابة عشان آخره كمساعدة لنا كما تسلم سعادته هدية تذكارية من تصميم وتنفيذ قسم النجارة بالمدرسة